مين اللي جاب رئيس لجنة الحكام ليدنبرج اللي هو الانجليز اللي كان ماسك الاول الراجل مشي ليه حضراتكم عارفين ولا بش عارفين الراجل طلع التصريح والتصريح دوت موجود عندي تصريح خطير جدا عشان ما توش انا بتبلغ على حد انا عمري ما بتبلغ على حد ولا ببص بقى لانا اهلي ولا زمالك ولكن ما انا عاوز الكرة المصرية احنا بنخسر دلوقتي بالسبب التحكيم واحنا ما تعودناش على التحكيم القول اللي هو فيه حكم شخصية تعال بصوا الوقت في الملاعب عاملة ازاي بص تلعيب سأت الكرة داخلت جول او اوفصايد او هندي بول او ضرب الجزاء تلاقي اللعبة كلها تلمت حوالين الحكم فين شخصيتك فين شخصيتك وبعدين حكم بتاعيتنا الوقت بقت حاجة صعبة قوي حاجة صعبة قوي انا ما عرفش ايه هو فيه ايه وللعلم تلت اعضاء مجلس دارة من الاتحاد المصري وكلت الخدم قدموا استقلتهم من شهر قالوا لهم لا 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 استنوا شوية ده الانتخابات بعد دورة الاولمبية في باريس بشار يوليا ده الكلام التحدي الوقت مستبح لأي حد أي حد عاوز يعمل أي حاجة بيعمله وبعدين أبص لها الاندية بتعمل مذكرة للتحكيم ومين يتعايد مع المدير الفني للوقت اللاجنة للتحكيم مين عارفين مين؟ أعضاء مجلس إدارة بدليل إن فيتوريا مندرب المنتخب له وفاكرينه اللي فشل معانا في الفترات اللي فاتت من المنتخب ومشوه مشوه ليه؟ الراجل قال لك لا بتدخلوا في شغل وعاوزين يعملوا كل حاجة وقالوا لي كده أنت فشلت طيب هتمشيني؟ آه هممشيك فبدوني عقدي قالوا ثلاث شهور قال لهم لا هاخد كله وراجل مش عاوز يتنازل نادي الزمالك عمل بيان بيان لاتحاد الكورة عشان الحكام ما هو البيان ده؟ رغم أنه مجلس إدارة نادي الزمالك كلهم الكابتن حسين اللبيب وكل الناس كلها حبيبي مش عاوزكم تزعلوا لأن ده هيدركم في أفريقيا وهدر النادي في أفريقيا وهيدر منتقب مصر في أفريقيا بسبب التحكيم بتاعنا لأن التحكيم بره بيحكم حاجات غير اللي بتحكم عندنا هنا دي حقيقة والله وحياة ربنا بتتكلم كده ما تبصش لبطولة محلية ما يامل أهلي وإزا مالك خدوا بطولات كتيرة قوي طب وبعدين